من جديد نحييكم في الجزء الثالث من برامة جحكي بالون الجزء الأخير الذي سنتوقفه من خلال الحديث ما تعلق بالشركات الوطنية مع الفرق الجزائرية صدرت إلا الأموال وغابت المشاريع بربكم عدى فريقة وفريقين هل هناك مشاريع فعلية أقول تصرف من خلال الأموال من أجل إعطاء صورة رائعة على هذه الفرق التي تريد الوصول إلى قمة الفرق العربية والإفريقية ولكن بالكلام وبالأحلام وليس بلغة أرض الواقع كما سنتوقف الحديث عن الرابط الوطني المحترفة لقرأة القدم مولودية الجزائر رائدا بامتياز كبير بعد عوداته بنقطة تمينة أمن فريق محترم يطبق قرأة رائعة وجميلة اسمه مولودية البيض يعاني الأمرين من النعية المالية والمادية نجم مقرأ بقيادة لامين بوغرارة الكفاءة الجزائرية الحلية المهمشة الذي أثبت علو كأبه مع شباب قسنطينة يعود بفوزين تمين أمام اتحاد بسكرا ومولودية طهران بقيادة يوسف بوزيدي الداهية تعود ببعيد بقيادة نعماني في الوقت القاتل يضيف هدف على طريقة الكبار ربما على الرأس كبار لا يمكنه من تصدي لرأسية نعماني هذا الفريق الذي أيضا عانى ولازال يعاني من أخطاع تحكيمية فاضحة رغم منسلة إدارة موديا طهران لوجهة التحكيم ولكن لحياة لمن تنادي ما تعلق بالأخطاع التحكيمية التي جعلت الفريق يعاني الأمرين لكن قبل هذا واسم الأوارة سي جامل سعودان أمين أزوز لكن الجزء أبدأه مع سي جامل سعودان حضرت الشركات وغبت الأموال سي جامل سعودان صحيح وأنا سنقول أن ممكن أو حفوز حضرت الأموال وغبت المشاريع غبت المشاريع حضرت الأموال وغبت المشاريع عفوز مشاريع الرياضية المشاريع الرياضية لو نعود القانون قانون الاحتلاف والدبينا في 2010 من مي 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 بغران الأموال وغبت المشاريع في القانون هو أنك تدير ancentre de formation في الperiod di 5 و لأ الدولي لأ المجر لأ فيها كار من طرف التمدعون لك الدول, المشكلة أنه ولا فريق من 32 انا ذاك الذهاب على الاحتراف ولا فريق دار 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 الخصوص الخصوص اللي خرجت اليوم checked وصلنا إلى بلان كتاستروفيك مدارو مرة وزوج وثلاثة وصلنا لدينا بلي دات جوار تكلمو علي دات جوار كي كان في عبدوش ومد انشفر ما يقارب الف مليار دات دين تعل فيرق c'est-à-dire que depuis 10 ans في هذا الوقت كي ستير en 2020-2021 صار فيه صار صار في المالايير نو مالايير على الفيرق بدون فائد صار في ماليان مالايير والمتالح وماليان ومالذيه يمكنك التدتوية بهذا الموضوع وإنفرهم وإنفرهم إلى المالوضوع ومالتكي وإنفرهم ويوجيك تماما بلك كي كان هناك المال يوجد من المال ما يجري ومن الم ؟ وما يجري ما يجري التماريس المتحركات المتحركة الوطنية أعيشت للمطرفة هناك أخير لم تفعل الإقدر لم تفعل إجابة لم تفعل إجابة ولم تفعل الإجابة مرة الاحتمل وإشارة العشوائية اليوم هذه الناقات هم هذه الناقات كمتل تريد الموارد وإنستمر إجابة مهما كان اللاعب أنا نقل اليوم في جريدة تسمح لي يقولوا أنهم سنضع جوار لأنها deplorabilر ستألت خالصة 3 مليار لم تكن إنه 3 مليار. إنه 3 مليار. إنه حسنا. لأن هذه المنظمة تكون مستدرسة للتعامل على التعامل. فهي لا نشاء نقوم بإمكانكم التعامل على الاحتراف الذي كانت بدايته موجه. نحن نتحدث اليوم عن وجود شركات في 8 فرق. أو 7 فرق. مع تعميمها على فرق أخرى. كان شركات عندهم رغبة ولكن فيها مشاكل في بعض الفرق. في التسليل تحتهم أيضاً كان فاشل. وأنا هنا الخيار والخيارات قد لو وفقك أنها عشوائية في بعض الفرق العريقة والكبيرة وكمدن كبيرة سيدة مسعودة. نطريك حق الرد باش تعقب عليها لما قلته. تفضل. نقول لك الفرق. حق وتكون عندهم شركة. كديرها. تعممها. الفرق اللي تلعب على المنافسة القرية. لا تعاون. لا كمبانيا من داكوتي. يا سيدعمال. لا تفضل. نسميها لا كمبانيا من داكوتي. تعد عندك منافسة قرية تتكفر بك الدولة. أما أنها تبدأ من دو بيد لاني ومسموه. زيتك عاجسي كمان. القانون. أنا نادر على القانون الاحتراف. القانون يمنع منع باتن. يمنع أولاً أنه شركات يحكمة ربعة وخمسة في رق. أين دو يمنع منع باتن. يمنع منع باتن. شاكاني تيمي أم بي جي. تمت خمسين مليار شاكاني شاكاني. باريسان جرمان. باريسان جرمان. فات لها فورجات لمحددها لفيفا. محددها لفيفا. دعوة الاحتراف ونتكلم على الوضع الآن. نتكلم على المشاريع الرياضية. نتكلم على المشاريع. هي معروف عالمياً أنه المشروع يندر في عهده أولمبيا. الآن اليوم من السنة 2024 في الصائفة عدنا ألعاب أولمبيا في باريس. لا أعتقد أنه كاين نادي جزائري عندهم مشروع 2020-2024. ولا أعتقد حالياً أنه كاين نادي عندهم مشروع 2024-2028. عندهم هدف واحد يتكلموا عليه نروحوا بعيد في المنافسة. نروحوا بعيد وين يحبسوا؟ لكن كهدف مستطر. الآن شباب الوزدد لا تلبش برابطة أبطال إفريقيا. لأنه شباب الوزدد في 2020 حدد أنه يفوز برابطة أبطال إفريقيا في عهده أولمبيا. ميتالف أربع سنوات. اليوم شباب الوزدد لم يكن نتحدثوا عليها برابعة سفر. ولم نتحدثوا أنه قد يورا تشابكوا مع المدرب. كان شباب الوزدد لا يسرحش عيود. شباب الوزدد لا يسرحش ضراوي. شباب الوزدد لا يسرحش أبرز اللعبين كان يسرح فيهم. كان عندهم مشروع رياضي. الآن الأندية الجزائرية المشروع التحق يجيبوا شركة. لما يجيبوا شركة المشروع التحق يجيبوا أسماء. يفوتوا الموسم وبعدها موسم جديد ويعودوا يرجعوا من السفر. ونفس الحكاية تعود فلسانة. لا توجد لمشاريع رياضية ولا شيء آخر. هذا تبذير هذا. هذا تبذير. هذا تبذير. دولة اليوم ملحقها. ما تمولش أندية. ما عندهش مشاريع. إذا كان المشروع تعالنا دي والفوج بالبوطلة الوطنية. يخليهم كلهم كيف كيف. بنفس الإمكانيات. فلنخلنا دي جزائرية توج بالبوطلة. إذا كان المشاريع. نقول لك حاجة. إذا كان يوم سبعة وثمين أندية. جزائرية عندها شركة. ومن أكبر شركة. الموجودة من ناحية المالية. من الالفين وثمانية وعشرين. لما توجوش بثلين أو ثلاثة علقاء بإفريقيا. تقريباً نقول لك المشروع هذا فاشل من الفيديو. أمير عزيز. أنا كيف سعود الأمر؟ بارونتاز برك فيه. لا أخذ. لا أخذ. لا أخذ. لا أخذ. لا أخذ. الخطير في الموضوع. إذا فرت ينتوش عن سكتر بيبليك. ووقعت بناتهم بأموال الشعب. هذا الشيء ما نحبوش. تنفو الشارس. أنا كنت حاب نترك بديت. وش كنت حاب نقول أنا. أنا ما عندك مشروع. باين واضح. لا نعطيك أموال. لا نعطيك ملايير بلا مشروع. أمين. فقط قوص صغير فاق. نعم. لذا الشركة لما تأخذ نادي وش يلقوه. يسيبوه غلل ورقات هذه الويون. ليدات. ها. ها. كنت أولاً. المحاسبة لازم تكون. بليدات هذه لازم يتحسبوا المسؤولين اللي يخرجوش. الشيء الثاني اللي رانا غلطين فيه. لما تجي شركة تحكم نادي. يضعون لك جيسيونير من الشركة. ويضعون لك دي موم. دي كونسي دا دميستراتيون من الشركة. أو شكها. وصفون. خيقة. لليش. لما عندهم حتى علاقة مع رياضة. لازم. لازم تجي بموسير. وتحط معه ناس مختصين في كورة تقدم. أنا نجوبك أنا. أنا نجوبك أنا. نطنيك حق الرد. 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 نعم. ونجوبك. جيب اختصاص. ماناجياري عب كورة تقدم. مستشار. هذي شاني. مانيش. جيب مودي رياضي. لعبك قديم. وعنده مستوى. وعنده كفاءة. وعنده شهادات. لكن اليوم نطلب. جي شاركة بالأموال تيها. هنا طينا. اللي زونسين. دي جي. دي ريش. اللي زونسين جوار. باش يلعبوا بالدرهم. هذا عمر مربوض. كل ناس أحبت هكذا يا فليكيب. مالي زي كيب. لعبوا الدو درهم. داروا دي زونطينر دو درهم. وكي جي الشاركات يبقوا يدو الدرهم. كمال. يستصفوه. كمال باش بدي. لدي المساينين من عندي. كمال. لدي الكادرتي وعندي الإطارات تروي. أنا. أنا. صح. أنا باش بديت كلامي. فضلك. يكيب كي تخرج. لازم تحاسب على اليدات. بسكو ساهل. أنا اليوم نجي. طعضيني أموال. نخلي اليدات. نتلعب الأموال ونخرج. ويجي واحد آخر. وواحد ما يتحاسب. نحاسب لي عندهم اليدات. هذا فهمني. أعطيني البيلون. نديري نودي. نحاسب زب عميل. Инظري الأنسان جوار. اسمح لي كلام كبير. ثم للم يتقنون كبير. اللهم عمل يتحدث. sure far. يا個人 أهم kardeş. يا رجل، أسماء الله و TLing 좋아요. طيرا نحمق بالعقدة. هذه الرجل ول Hooen聽. أفهم الكمناس بالنسبة لي. قدوا محلات وكيد الشركات يجيبوهم ويزيدون ونطيعطوهم دي الصالار باش يرضاوا باش يرضاوا عليهم لما يتكلموا عليهم قال الله يراهم يدوروا فيها لزانسيان جوار لا لك هل إطارات جزائرية ما كانوا لزانسيان جوار يقدروا يكونوا موسيين في هذا الفرق أنا وش حبيت نقول لك مليش أنا ويستي أسراء ويخرجنا خيرة الإطارات الجزائرية شوف شوف فعتناهم قال البطلة كمال كمال حنا ما لازمش نقصيو اللاعب تقيقة دقيقة اللاعب القادم كورة القادم تولي للعبين كورة القادم تع اللاعبين وصح اللاعب المستطيل لا لا خارج المستطيل لما يكون في التدريب يكون روحه في الجستيون وفي التدريب أنا كي نبدأ كلامي نبدأ نهضر على الرجل المناسف ما كان مناسف ما شي من هبا ودبا انت اللاعب ليقرأ هاك شوف مثلا نعطيه لإقزامت لا فخونسبرغ هاك زين دين زيدان كان لعب كبير قرأ وتعب وجاز بار الكاتيجوري ونبعت باش حكم فارق كبير وداما هنا تجي دي قاري مثلا ما اخترش هاد الافواء دونك مايروحش لالدوماني خاطئ بالصح كان مسألة مهمة خليني برك ماش طلح ليش الفكرة كامل تعيش ما طلح ليش الفكرة لازم نمزج بين المسير والأهل اختصاص من ناحية التقنية ما نحطه واحد مسير مايعش رياضة وما نحطهش رياضي مايعش تسير طارق اشتركوا امام الجمهور بانه هذا اللي حر ما هوش موجه لا جميع انا نرجع لك ونطيك حقر لا لا برك الله نحطهنا ونقسك نحطهكم تحلموا بكل حرية وبيكل أدب ونحترموا حتى نقدرنا يكون النقد الذي يبني وليس النقد الذي يهدم سيم سعودان حتى ننتهي الموضوع ونذهب للموضوع لا 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 نحط نحنlli نحن نحن نصف نعننا تعاملنا نحن لذلك نحن اللعنان ونوعه نوعون والموضوع من موضوع من اشرة من أدنى والأخور ي diff Lambda وأنا مثلاً بالإجلال جي توجور إيمي نعطيك حتى حن سبع نسكن كومنتاتور يعجبني شعبين مرزقين يعجبني بزاف كومنتاتور محلل محلل المقابلة مباراة تنكوني سرح تنكوني سرح نعم نكوني سرح ومعطان كيف متكفر بالشباب والتدريب وأمورات من هنا حان دو أكاديمي من دو سينة وليل موضوع التاعي معلش أحب ديتميتها الملح أميتها نوع بطل دي أنا لاجيسيون لارني جرا جواني نعم لاجيسيون نسيوني حابش تفهم إونسس بيا رئيسي جسيون إيكوناميك أنا ريال نفارفك الفوتبول نجيس ندير إطارات مختصة في مختصة في الاقتصاد ومختصة نيأخذش المناجمات ونيروح نيأخذش المناجمات ونيروح كالمناجمات رياضي أستيس وأوين يذهب؟ أوين يذهب؟ الناس دي لنتخرج وأوين تذهب؟ أوين يذهبون لأنه الآن كان قاعدة وقال لك من قبل الرجل المناسب أغنى أنتم مدوروا فيها الرجل المناسب للمكان المناسب أه دو كانت تقلبة القاعدة وراجل المكاسب في جميع المناصب هذا الشباب يقدم بزافاً أهدالي وأسفل لأكتباع هذه الأكتباع وكنت تكرها في العصان قل هذه كان لما تزميله وأسفل من أهوار أشتغل له حق التالي مارك ديبوزيتا واسمنا وقاطي علي عودة علي وزيفة أذكر رجل المكاسب في جميع المنازل بارك الله فيك أنا تلقى واحد يخدم مسير وبعدها يقوله مدرب وبعدها يقوله مناجر وبعدها يقوله هو نضم رحلة الفارق يخدم كل شيء وناس وحدين وخلين ما يخدموه الآن إذا كان صح حبينا نضب الكورة الجزائرية ونشغل في الكورة نتكلم بصفحة عامة عن الرياضة الجزائرية إلى ما عدناش تخطيت على أهدات أولمبيا ملقوش نخطي لك في كل الرياضات ما كانت أنديا الأندية الأندية اليوم، ما حدش تخبر؟ نتحدى أين هدي أنا الواحد اللي نسمعه من قبل يعني نرجع لك ممكن عشر وخمسة سنة الورا الواحد اللي كان يتكلم على عهدات أولمبيا ندكيس إفريقيا في عهدات أولمبيا كان حصل حمار كل مرة يقول قبل ما تخلص عهدات أولمبيا ندكيس إفريقيا وقبله أيضا عبد الحاكم سرار يقول له شي فعل عبد الحاكم سرار لانتصلنا بكاميرا وانتكران وكان عارف دروفك السحي يربما تتكلم بالهاتف اربي شافي هنا ما عطيناش حق لما تكلمنا على الانديالي عندهم تقافة افريقية وعندو تقافة افريقية ويسمحونا اصحابنا سطيفية انا حبيت نزيد لك شيء برك في المشروع للمشروع نوالو وانت كنا تكلموا في الكوليس وشاك فاتقولها في البلاتو باللي ممكن دون كالك زاني المقدمة في بلاستيكي واللي من نسيوناليتي وحد اخرى صدق احنا الجزائري نصفى با كونس بناتنا بداليل لفليار هذه تعلية الزنطينير غير ترانجي اللي يجيوا للجزائر هي مجال مفتوح لكل واحد على كل حال ولكن نجيها نقوله النفو تعنا ناقص ومسك النفو تعنا ناقص سافدر هاد الزنطينير يصون مم با كاباب يحكموا في هذا النفو يجيبوا دي زي ترانجي خلهم دي ديفيز فورت يخلصوهم وهنا هنا بلان دون طينير فورمي أو الأنسيين أو اللي عندهم الإكسپيروس أغلب إنجازات الكرة الجزائرية هم مدربين ماذا قدم بالمدربين بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله وعندما تكر أمين عزوز لانطينك لأساس لدوزيام سوف لأسكلي فاركة لدوزيام سوف مع الراحل أسطورة من أساطير التدريب مختلفة الله يرحمه برحمة الله على كلين إلى الرابط الوطنية المحترفة لكرة القدم الملودية أمين عزوز واسي بن أورة تتبت مرة أخرى علوكة بها في البطولة متشبتة بالرياضة شيء في الملودية وبدون كلام ديماغوجي وشعبوي أن اللعبين خارج الديار يلعبون باستيماتة وببسالة وبإرادة وبحرارة كلمة حق ملودية جزائر ملودية لزاني سنوة فارطة الملودية على برنا فريق مهتلع كنقوي إلا في الملعب تيها لكن ملودية هذا الموسم شاهدنا حتى عن صار الملودية الموسم هذا يتنقلوا بأمر صورة رائعة هذا الجمهور كلام آخر إذا ما نشوف ملودية الجزائر هي مشوار باطل ملودية الجزائر في 17 مباراة تربحة 12 مباراة إنهزم واحد أربع مباراة ونهزمت مباراة هي أفضل هجوم بـ 35 هدف هي ثاني أفضل دفاع تلقى تسعة هدف فقط بعد نادي باردو عنده أفضل هدف عنده أفضل هدف أفضل ممرر أفضل ممرر ملودية الجزائر النتائج هذه لم تجد صدفة فقط لما نشوف الملودية الموسم مع نهاية الموسم الماضي كانوا جدد بعض الصعوبة لكن إدارة جدد ثقة في المدرب لما المدرب هو اللي ينتدى باللعبين وهو اللي يوقف على التحذيرات ويكون فيه استقرار نتائج حتى من ستأتي نتائج لما ما يكونش يكون استقرار لما اللي جاء لما نجيبو تفضل أسيب لما نمشيوا بالعكس نمشيوا عكس التيار لما نديروا العربة قبل الحيصان نجيبوا لعبين وبعدها نجيب المدرب وبعدها أخير الموسم هنا في هذه النقطة ولا تشوف أخ كامال المدرب بتاع مولة الجزائر بومال في الموسم الماضي اللي كان موسم متدبدب واش قال قال على بلي وش أنه نديرو ولما جدوا له العقد كان بزاف ما كانوش داكور ولكن قال لك هذا العام الموسم القد الناس كانت تتنمر سمعلي الناس كانت تتنمر في تحضيرات المولودية في فرنسا في فرنسا أعتك صحة أنا جايك أنا جايك لليلنا ولما أنك تتحضير أبان لأنه الفان يدربها ذاك تأدو منها جية ما كانش أنفون جو في المولودية باش كل واقعين ما كانش متاع تحش باللي كان بتعلمت جاهل لكن تتحس بني الفريق كان عنده الفعالية صح وعنده الانضباط التاكتيكي وعنده الخضور الديني باش كل واحد دعطوا له حقوقي كامل وأنه يهنفد الموسم أنك تتوج تلعب ومديش الكوس ولا البطولات كامل كنا نتذكر ما من لما تسمع المناصرين من لما تسمع المناصرين تعملت الجزائر يقول لك بلي صح طريقة نقصة شوية ولكن لما تشريفيرونس بتاع السياسي شفنا تيكي تاكا مع السياسي وسياسي ما شيف فريق ساح فريق يعني العملح داروا مقابلة داروا مقابلة في القيمة أنا حبيت نزيد شي بارك يزاف الناس ما زال يقولوا الدولة تختار شكون يربح البطولة احنا شفنا بلي مولودة الجزائر ما نشلافو كاتحهم حقيقة وقال شفناهم نعم يفوزوا على أرضية الميدان مساعدة بخصن بدون مساعدة لا 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 تعطي لقيصر طبعا اللي راي قدم فيه صور رائعة ويني روح يخلي الآطر الإيجابي ويستقبل من طرف الناس البيض وناس ميلة وأين نرتع وفيه في وهران بدون مشاكل مع رمو النظمين بدون سبت سب وبدون شتم وبدون رمي القارورات هذه الأشياء اللي حقيقة تأكد بلي الفريق بصورة صحية جيدة أكيد راح يفوز في نهاية الموسم راح يفوز بأحسن جمهور جزائري هذا أكيد تنقولة رائعة والشيء الذي يزيد متعة يزيد المتعة حبينا ولكن هنا كنت تكلمت أنه الجو تكنيك يعني الفرديات أو اللعب الجو المتعة ناقصة ولكن ما الشيء اللي حالها هو الجمهور أكنتش ناقصة مع المشتعة السياسية الفريق أو يتطور من ناحية اللعب لازم موقع نحن نهدر على الفريق نحن نهدر على كمبيتشين دي فاسون جنيرال صح كيفاش يتولي المتعة أنا كنشوف الماشي ديربي يجمع مولودية عالمية يعني بقولي صراحة عالمية وهذا الذي يحفز اللاعبين وهذا الذي وكلا دي فاسون جنيرال دي فاسون جنيرال ينتقل معك وكلا نحن 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 عالي شعبك الوقت ويدهمني وعندي فارغ في ثلاثين ثانية في ثلاثين ثانية جيب مناصرة المولودية دخلوا الأداء التي تقدمها معك يقولك المولودية لعبة أفضل تقادم معك أدوار قولك نتائج الحالية قولك نتائج صح صح أنا قلت لك من ناحية اللعب الفريق لما يكون ومدرب لما يتطور مع الوقت لن تتلعب ولكن أنا كان واحد نقطة مهمة أحبت نهضر عليها باش الفرجات تكون كاملة ولي بوان نيغاتيف نحقوهم مناصرين تعملت الجزائر يعني رايعين بشاهدة الجامع ولكن أنا نطلب منهم يحبسوا هذه الشماريخ هما يفضلوا شوية لأن لن يرمي شماريخ في الملعب حبسونا شماريخ وما حدث أيضا مؤخرا لفريق نصر حسين يقول لك مرموش شماريخ شماريخ تم ارجع على المدراجات ومحافظ اللي قاعدون وهذا ما حرم فريق نصر حسين داي من استقبال المباراة للفريطة بدون جمهوري الفريق في المراتب الأخيرة بدون شركة وبدون أموال وفريق تقدم خيالة اللعب يقول قادم جزائرية زيد لو أنت محافظ المباراة من عدم استقبال منافسه يعني دون جمهور فريق آخر يتعلق شباب قاسنطينا بقيادة عدد قادر عمراني شباب قاسنطينا عاد حليلي فريق ممتاز حليلي تهوش نعتقد في المرتبة الثالثة بثلاثين نقطة الفريق شفنا المباراة الأخيرة تقوم روح كل فريق باختصارة قدم مباراة ممتازة شباب قاسنطينا أعتقد الموسم هذا عنده كلمة سيقول ولكن للأسف الجماهير تاعه ما ريش يجيب بطرة كما كانت سيدي أمام سعودان نجم مقرأة بقيادة لامين بوغرارة قط الكفاءة عودة الكفاءة الجزائرية المهم باشر لامين بوغرارة واحد يتكلم مع له لامين بوغرارة خدم في كل فريق ودل بصمتها لامين بوغرارة لامين بوغرارة يستهل يستهل تطرف لامين بوغرارة مرتبة ثانية لامين مع شباب قصنطينا اليوم مع مقرأة يعود بفوز يتبت علوكة به ولو أن اسم بوغرارة ما تكرتوش بالفريق الوطني رغم أنه لعب دولي مستاشر في كورة قدم وقرأة في مستوى عالي ماذا نكون نقول على بوغرارة أو أن ننجي بوغرارة بسرعة ثقافة عالية ذمين بوغرارة أخدم معنا وحبيبنا وصديقنا ولي نحييوها بالمناسبة قولوا المبروك نحييوه بكل صراحة خلوق أدب إنسان محترموا إنسان في القمة وزيد أنا حبيت راهي كان واحد الضجة ضد العلم ضد القرية ضد التعرم ضد المعرفة مفهمتنا لماذا؟ وي على السيانس إلعب البارو ستكون بون شوز مكيزي تتعلم أحسن أحسن بكثير وكثير نتمنى من أمثال أمثال بوغرارة ونغيز وماغوي زغدود زغدود هذا هو سبب من يرى بلال من سيان نكون حيوه كل مدربين سواسية كل مدربين سواسية رمان 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 بلحاج كاريم زياني مطمور لوبي لديادور وأنه من التوفيق لأبين قدموا المنتخب الوطني ورموا دربين شبان ما زال ما عنو خبرة وتجربة صحي توجده في المنتخب الوطني كمان ربما كأعضاء في التواقم السونية ولكن ليس في فريق الأول فريق مودي طرار بوغرارة بقيادة يوسف بوزيدي نعماني لمرتين متتاليتين يحطوا بوزيدي كقلب هجوم يجعود بنقطة من الصورة ويعدي النتيجة ويضيف هدف تاني بطريقة رائعة أكد أزم أي حرش مهما كان مستوى كانت اللقطة هذه صعبة لها لأنه البعض أراد أراد أقول أن يحول الاتجاه فوز مودي طهران هل لا تكلمتوش عن مودي طهران منذ بداية الموسم أخبرت كمية فاط هل لا تكلمتوش بوزيدي عادة لها الروح والإرادة والبسلة هل لا تكلمتوش عن مودي طهران نرغم أنه التعداد ليس بالتعداد الكبير ولكن الفريق يقدم كل ما لديه في الجوالات الأخيرة الفريق الذي يعاني تحكيميا أمين عزوز أخطأ تحكيمية فاضحة وإدارة الفريق رسلت لجنة التحكيم مرارا وتكرارا ولكن أخطأ تحكيمية ما زلت هي نفسها خصوصا في ملعب زبانة ونزل حكام هل يكونوا عادلين في المباراة مولوديت وهران يعني فريق وعارق ماشينا رحنا مرك الله وفيك موريه للناس عايش بوزيدي نعم ومولد ثوهران لما يرتحهم السنوات الماضية كانت نمو في الجيستيون وكان الكلانيزم يأتي غروبي ينحي غروب وكانت يعني خصومات كثيرة بين المسيين الحاليين والقدامة الحاليين مشيت على الموسين يعني لي يحكم يولي ضد لي ما يحكمش ومام اللعبين يا بسطة بليتي الفريق كان في أزمة مالية كبيرة الحق وقت وإن أعطيه قيمة تعصح لهذا الفريق خاصة أن وعر المدينة كبيرة وعندهم لزم فرنس وكثير عندهم كلش باش هذا الفريق يولي في القيمة هذا طبعا كل ما لدينا وسم من عوارة شكرا جزيلا لكم في الختام تعازي حرة وخالصة لزميننا عتمان طيبي في وفاة الأبتاع وزميننا الإعلامي بقناة فرنس فاتكات وأيضا الكرة الجزائرية تفقد صالح أرباس لعب الدولي والمتوج بـ 12 لقب رفقة شبيبة القبائل رحمة الله عليه إن لله وإن إليه رجيون وسم بن عوارة كلمة حول فقية كرة القدم الجزائرية ناربي رحمه إن شاء الله وتعازينا الأسرة والأسرة للكرة الجزائرية هو واحد من أفضل اللاعبين اللي أنجبتهم من الكرة الجزائرية هو واحد من أعضاء تاريخي الجنبوجات شبيبة القبائل يتقمس ألوانها أعتقد من 71 حتى السنة 87 اللعب كما قلت أنت الأكثر من بين اللعبين الأكثر تتواجد في الجزائر عنده ثمانة بطولة زوج كوس جمهورية بيك دي شامبيون شوپير كوب دافريك تقريب اللعب تحصل على كل شي في كرة القدم ربي يرحمه إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله وكان أنا هذا اللعب نكلم له يعني احترام كبير لا يرحمه أعرفه أمن كنت نعرفه لا يرحم كنت نعرفه بزاف يعني يعني قدوة بزنسبة لي كنت جانا بس كنا معروف بلي مناصر تعجيزكا دونك هو غادني بزاف بس كني شاف إلى الدنيا فاللي هدرت معاه يعني كالكو مواقب الميوي توفى وليدو لأن وليدو أطر كثيرا وليدو كان كان دي كابي وهو اعتازل يعني العامل فكرة القادمة لأنه كان مدرف طاقم الفنية تعشاب القابل ولا لجان على جان وليدو قال لي جي ساكري فيه توت ما في على جاله دونك راحوا في زوج ربي يرحمهم إن شاء الله يتنعموا في جنات العربي وإنسان يعني مثالي وكان فري بروفيسيونال وهو اللعب ثاني أحسن تتويجن في الجزائر بعد مفتاح محيي الدين علينا نقول أول نقص ربي يرحمه برحمته الواسعة يسكنه ربي إن شاء الله وسيع جنته وتعزين الحارة القلبية دي كل لعيلة لرباس لندي شباب شكرا لحسين بن عوارة شكرا جميم سعودان شكرا أمين عزو شكرا لحسين لأريبي في الخراج وليد برجاو في الإشراف وليد كل الطقم الفني والتقني الذي صهر معي لإنجاح هذا العدد ليلة سعيدة في عمال الله شكرا لحسين بن عوارة شكرا لحسين بن عوارة شكرا لحسين ترجمة نانسي قنقر